يهمني في البداية أعرف منك قيمة جهازة نوبل الأدبية والثقافية والعالمية بشكل عام بالتأكيد أرفع الجوائز الأدبية في العالم ولها أهمية كبيرة جدا حتى بالنسبة لنا نحن كعرب أو يفترض هذا ويفترض بأي أحد مهتم بالأداب في العالم اللي يتجاهلها أو لا يستهين بها لأنها ينفذة على الآخر يعني مهما كان أي ثقافة معتدة بذاتها أو ترى في داخلها القدرات والإمكانيات لإبداع متميز لكن في النهاية لابد أن ترى ما ينتج لدى الآخر وجائزة نوبل هي إعلان وإفراز لهذا الآخر يعني تظهر وتبرز الحصيلة الأدبية لدى الثقافات المختلفة طبيعي أي جائزة قد تكون لها تحيوزاتها أو منطلقاتها وتوجهاتها الخاصة أو معاييرها حتى الخاصة اللي هي نفسها بتتطور عن نفسها أو بتختلف من حقبة تاريخية إلى أخرى طبعا ليها قيمة تاريخية كبيرة جدا بالتأكيد مني كمان أعرف المعايير الخاصة للترشح بيها لأن الحقيقة معايير ترشح أو معايير الفوز بجائزة نوبل أثرت جدل كبير جدا على فترات متبعدة ما بين الكتاب وما بين الأدباء وما بين المثقفين وفي الوسط الثقافي بشكل عام ده حقيقي هو المعلن قال لي شيء معلن يعني أو المعلن هو النتيجة فقط يعني المعايير ليس هناك شيء معلن منها لكن يمكن استقراءها أو استنتاجها من داخل منظومة جائزة نوبل لكن أن يكون هناك معايير طبعا هو بيكون فيه إعلان أو يعني تصريحات وبيان مصاحب لإعلان الفوز هذا البيان غالبا ما لا يعني لا يشفي غليل الناس أو يكشف بشكل كامل معايير ومقييس أو يرضي تطلعات الجمهور لمعايير نوبل يعني في النهاية هذا البيان يكون مقتضبا ومختزل جدا وده يمكن في السنين الأخيرة بالتحديد وطبعا الغرابة والغموض والجدل ناتج عن النتيجة نفسها النتائج مفاجئة يعني الحقيقة لأن في مراحل سابقة أو تاريخية سابقة هنلاقي أن كان فيه يعني نوعا ما يعني قدرة على التوقع لكن دائما